خلال الدورة الثامنة للمعرض الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بوجدة أشاد عدد من المشاركين الأجانب بتجربة المغرب في المجال والتي تشكل نموذجا فريدا للتنمية يحتذا به بالنسبة للبلدان الإفريقية المشاركون ثمنوا بالمناسبة التقدم الذي سجلته المملكة تحت القيادة الرشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مشيرين إلى أهمية هذا المعرض على مستوى تبادل الخبرات وتقوية القدرات وتطوير الشراكات في الحقيقة أنا جد مندهش لرؤية التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي الواقع فالمملكة تعتبر نموذجا لبلدان القارة الإفريقية في هذا المجال هذا المعرض مفيد جدا بالنسبة لنا لأنه قد مكننا من الاطلاع على تجربة المغرب في تنظيم مثل هذه التظاهرات أما فيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فأنا أجد أن تجربة المغرب رائدة ومختلفة كما أود أن تستفيد بلدنا من هذه التجربة المعرض الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعدة يعرف مشاركة حوالي 700 عارضة وعارض من مختلف جهات المملكة ومن الخارج اشتركوا في القناة